بسم الله الرحمن الرحيم حضراتكم أستاذ ياسر محمد نجي من المدرسة الشريف الخاصة الوقت في الفيديو ده هنقدم لحضراتكم مزايا أنشاطة الألعاب التعليمية أو ما يعرف بـ Jumps Activity هنبدأ هنا نتعرف على مزايا أنشاطة الألعاب التعليمية أو ما يعرف بـ Jumps Activity الميزة الأولى هي زيادة روح التنافس بين الطلاب وده بيكون عن طريق بأن الطالب بعد ما بيخلص بيشوف الترتيب بتاعه ما بين الطلاب فده بيخلق روح من التنافس بين الطلاب الميزة الثانية بأن فيه كود خاص لكل نشاط الكود ده تقدر تستخدمه انت كمعلم بأنك تديه لزميلك أو تديه لأي معلم في أي دولة بتدرس المنهج ده فتقدر تشتغل بالنشاط ده مع الآخرين الميزة الثالثة بأنك تقدر تنشر النشاط ده لكل المدرسين اللي شغالين على موقع Jump Start في حالة أنك أثناء التعيين النشاط بتاعك ما تختارهوش بـ Private هتختاره Public الميزة الرابعة توفير تفاعلية أكبر أثناء الحل الشكل اللي بتظهر به الأنشطة التفاعلية هنا بيبقى فيها شكل تفاعلي أكتر يحبب الطالب فيه الشغل على النشاط الميزة الخامسة بأن الوجهة بتاعت النشاط مصممة بشكل بيجذب الطلاب خاصة صغار متعلمين زي ما احنا ما شايفين في الصورة اللي قدامنا الميزة السادسة هي إمكانية بأنك تستفيد من الأنشطة الجهزة على الموقع دون ما تحتاج لأنك تصمم أنشطة جديدة فبتقدر أنك تدخل على الموقع وتحمل من الأنشطة الموجودة اللي تم إعدادها من قبل المنصة أو من قبل مدرسين تانين الميزة السابعة أنك تقدر تحدد وقت خاص بكل سؤال ففي عندك خيار بأثناء ضبط الامتحان لو أنت عايز تعمل وقت للامتحان بشكل كامل أو عايز تخصص وقت لكل سؤال بحيث بأنك تدرب الطلاب على أنهم ما يخلوش السؤال ده ياخد منهم وقت أكتر من الوقت المحدد الميزة التمنى الترتيب العشوائي للأسئلة والإجابات بحسب أنك أثناء تصميمك للنشاط بتصممه بترتيب معين هنا بيقوم النشاط بتغيير ترتيب الأسئلة وتغيير ترتيب الإجابات بشكل عشوائي في كل مرة بيتفتح فيها النشاط اللي انت صممته الميزة التسعة هي تعزيز الفوري لإجابات المتعلمين أثناء حل النشاط فبتطلع له علامة صح أو علامة غلطة على الإجابة بتاعته بكده نكون خلصنا الفيديو الخاص بالمزايا وفي الفيديو التالي هنتعرض بإذن الله للعيوب الموجودة في أسئلة الأنشاطة التعليمية شكرا لحضراتكم ونتمنى لجميع كل التوفيق ونتمنى تشرفونا باشتراكم في القناة